اسمحولي طبعا ان انا ارحب بحضراتكم في اول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد قيام الحكومة والمحافظين بحلف اليمين امس امام فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي اسمحولي في البداية امكان انا كنت حرصت ان انا نعمل هذا المؤتمر الصحفي في اول يوم عمل للحكومة عشان اوضح الحقيقة عدد كبير جدا من الموضوعات اللي انا شايف انها تهم جدا المواطن المصري لكن اسمحولي الحقيقة في البداية طبعا ان انا انتهز الفرصة ان انا اوجه الشكر لفخامة الرئيس على تجديد الثقة في شخصي وتكليفي طبعا بتشكيل الحكومة الجديدة واللي الحقيقة يعني اعدنا فترة يعني كان مهم جدا واهتمام شديد باختيار افضل الكفاءات اللي تكون قادرة ان شاء الله على العمل والانجاز في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها النهاردة كدولة مصرية سواء طبعا نتيجة للازمات الخارجية الغير مسبوقة والوضع الداخلي وعشان كده يمكن الحقيقة كنت حريص كل الحرص في عملية الاختيار ان احنا نكون بنختار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية ايضا تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكلفات اللي فخامة الرئيس وضحها في خطاب اللي وجهولي في اطار تكليف الحكومة بالمهم الجديدة واهم هذه التكلفات عشان اقراها وبنان عليها اوضح كانت فلسفة شكل الحكومة جاي ازاي يعني المحددات الرئيسية والتوجهات والاهداف اللي وضحها فخامة رئيس الحكومة اول شيء طبعا الحفاظ على محددات الامن القومي في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الدولة النهاردة في الظروف الخارجية اللي حضركم كلكم شايفينها واللي بتتغير كل يوم وممكن يحصل فيها تطورات وضع بناء الانسان المصري في مقدمة الاولويات وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الاخص وايضا الثقافة بيشغل اهم التحديات واهم النقاط اللي لازم الحكومة ان شاء الله هتكون شغالة عليها تطوير البنية السياسية والاهتمام بالتمكين السياسي من خلال تطوير اكتر لمنظومة الحوار الوطني والتفاعل ما بين الحكومة والالية الحوار وتنفيذ المخرجات اللي الحوار الوطني وضحها في خلال المرحلة القادمة الاهتمام بقضية حقوق الانسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في كل المجالات اللي بيقوم بيها المجتمع المدني اليوم الحفاظ طبعا على الامن والاستقرار وتكفيف منابع التطرف والارهاب وجزء كبير من هذا الموضوع ليس فقط الشق الامني ولكن ان يكون هناك خطاب ديني معتدل يوجه لشبابنا ويجذب شبابنا علشان يعني يبعد عنهم مخاطر الدخول في منحة التطرف او الارهاب لقدر الله والجزء طبعا المهم جدا اللي بيشغلنا الاستمرار في اجراءات الاصلاح الاقتصادي وتحديدا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة تشجيع دور القطاع الخاص اكثر واكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من اجمال الاستثمارات العامة او الاستثمارات الاجمالية للدولة وبالتالي احنا حطين هدف واضح وحضراتكم عارفينه ان نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في اجمال الاستثمارات العامة بحيث تصل الى اكتر من 65% في خلال العامين 3 القادمين العمل على حد من التضخم وضبط الاسواق عشان السلع وتكون في متناول قدرات المواطن المصري زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الانتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة لان الحقيقة كلنا مقتنعين تمام الاقتناع ان احنا ايلين صحيح فيه مجموعة من القطاعات الانتاجية اللي الدولة مركزة عليها الصناعة الزراعة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات السياحة ولكن كلنا مجمعين ان قطاع الصناعة لازم الفترة الجاية يشهد طفرة كبيرة في خلال الفترة القادمة الوصول الى هدف 30 مليون سائح سنويا في خلال فترة الحكومة باسرع وقت ممكن العمل على زيادة الصادرات المصرية احنا يمكن اعلن ارقام ومستهدفات الدولة تكون قادرة على التحقق تحققها ان شاء الله لغاية 20-30 فبالتالي لازم ان احنا نشتغل على هذا المستهدف ونتحقق ونحققه ان شاء الله تطوير الاداء الحكومي والعمل على التوسع في الميكانة وهيكلة الوزارات والحد ما بين التشابكات والتدخلات ما بين الوزارات في بعض الملفات اللي اتبقى احيانا مهمة طبعا كان توجيه سيادته ايضا سرعة استكمال مشروح حياة كريمة لانه بيمس كل ابناء الوطن في الريف تمكين اكثر للمرأة والشباب وطبعا استمرار الدور الكبير للحقوق والدولة المصرية في الشأن الخارجي والملفات الخارجية وبالذات في اطار حضركم شايفين المنطقة والاقليم دلوقتي في قمة الاضطراب يعني احنا ما شاهدناش الاقليم اللي احنا عايشين فيه واللي موجودين فيه بكل هذه الكمية من التحديات والمتغيرات اللي بتحصل لا قبالغ اذا قلت كل يوم بيبقى فيه متغير جديد في المنطقة بتاعتنا فالحقيقة من خلال هذا الموضوع الحقيقة كانت الفلسفة ان احنا يعني يكون هناك في شكل التشكيل الحكومي تغيير اهم شيء كان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء والحقيقة انا يعني حتت ملفين مهمين جدا ملف التنمية البشرية لان هو ده اللي دايما كلنا بنقول بناء الانسان والصحة والتعليم وكان اختيار الدكتور خالد عبدالغفار بحكم ان هو طبعا لديه خبرة كبيرة جدا في المجالين يعني في الاساس الصحة والتعليم لانه كان وزير تعليم عالي سابق وكان متواصل بصورة دايما مع التربية والتعليم وحاليا هو وزير الصحة والسكان وبالتالي لديه من الخبرات والتنوع الوظيفي انه يقدر انه هو يبقى مسؤول عن هذه الملفات المهمة جدا وطبعا هنا مش بتكلم فقط على صحة وتعليم ولكن بتكلم على ثقافة على شباب ورياضة على تضامن اجتماعي كل دي هتبقى ملفات يعني مسؤول السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية عن متابعتها بصورة دورية وطبعا انا ببقى موجود معاه ولكن يبقى هو علشان يبقى يعني جزء مهم جدا في المتابعة اليومية عشان احنا حنحط مستهدفات واضحة بارقام واضحة لكل هدف من الاهداف اللي سيادة الرئيس كلت بها الحكومة طبعا الملف التاني وده الملف مش عايز اقول الاهم لكن ملف من اهم الملفات اللي بتمثل قضية حياة او موت للدولة المصرية هو التنمية الصناعية وعشان كده كان تكليف سيادة الفريق كامل الوزير بهذا الملف ويمكن بعض تساءل عن ان سيادته بيشغل وزارتين او حاقبتين ودول الحياة كان ليهم هدف مهم جدا سيد الوزير كامل الوزير الحياة من نقدر نقول عليه الحياة بمنتهى الامانة كفاءة ادارية وتنفيذية من الدرجة الاولى والحياة التفرة الكبيرة اللي حصلت في وزارة النقل يعني ادتنين اطمئنين ان شاء الله ان هو مع تولي ايضا منصب حقيبة الصناع هيكون بإذن الله قادر بدعم مجلس الوزراء كله ان هو يقوم بهذا المنصب ولكن ما زالت هناك ملفات في وزارة النقل مشروعات كبيرة تستدعي استمرار اشرافه عليها فعشان كده كانت فكرة ان هو حمل الحاقبتين وان هو يبقى مسؤول عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويمكن انا هتكلم على موضوع المجموعات الوزارية اللي حيتم تشكيلها في خلال الفترة الجاية ولكن يبقى ملف الصناعة كله يبقى معه مع استكمال مشروعات النقل كان هناك استحداث لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ودي كان هناك مطالب كثيرة بعودة هذه الوزارة في ضوء ان احنا النهاردة كلنا بنتكلم على محتاجين نجزب استثمارات خارجية اكبر ولازم يبقى هناك شخصية متفرغة لهذا الموضوع الحمد لله الدولة يعني حضركم تابعته السنة اللي فاتت اعتقد تعتبر اعلى سنة في تاريخ مصر في جذب الاستثمارات طبعا مع دخول صفقة راس الحكمة ولكن احنا محتاجين استدامة هذا الموضوع ويبقى هناك جهد مستمر لجذب استثمارات خارجية مباشرة والتواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج ويبقى قادر على تحقيق مستهدفاتنا في هذا الامر ومن هنا كان الرغبة في عودة هذه الوزارة ولكن ايضا دمجنا معاها قطاع التجارة الخارجية اللي كان موجود في وزارة الصناعة وهدف هذا الموضوع ان قطاع التجارة الخارجية الترويج لمصر بيبدأ من الخارج زي ما هو بيبدأ ايضا من داخل الدولة ومش فقط انا بتكلم على استثمارات في مجالات مختلفة زي التنمية السياحية او التنمية عقرية في جزء من الترويج للاستثمار بيبقى عشان ملفات زي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ايضا ولكن الاهم هو تعظيم الصادرات المصرية احنا بنتكلم على ان احنا عايزين نعزم مواردنا من العملة الصعبة التعظيم بييجي من ان انا ازود استثمارات اجنبية مباشرة جوه البلد وازود صادراتي بالتأكيد يعني مع طبعا موضوع تمكين وتعميق الصناعة المحلية عشان نقلل فطورة الاستثمار لكن جناحي موضوع الاستثمار وجذب عملة اجنبية بيأتي من استثمار خارجي وايضا ان انا ازود صادراتي فعشان كده ربطنا الملفين مع بعض عشان يبقى في وزير مسؤول عن الملفين ويقدر ان هو يشتغل عليهم عشان نحقق موضوع هدف تعظيم الصادرات المصرية كانت فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض وهي بداية موضوع التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لان كده انا بدمج وبحقق التكامل والتنسيق في ادارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة او الاقتصاد الكلي زي ما بنقول يبقى كل ملفات الاقتصاد موجودة تحت شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع عشان تحقق التكامل في تحقيق فكرة ازاي ان احنا هدفنا شيء واحد كيفية الحد من الدين سواء الخارجي او الداخلي ووضع سقف لي واضح بنشتغل عليه كلنا كدولة كل المجموعة الاقتصادية شغال عليه لكن كده من خلال وجود الوزارتين تحت قيادة واحدة حيبقى هنا الرؤية ان احنا ازاي نقدر نوقف نحجم موضوع الدين الخارجي بالذات وايضا نحدد الفجوات التامولية يعني ايه الفجوات التامولية نحددها ازاي وزارة التخطيط كان بتحط ما يخص الاستثمارات الباب السادس بتاع الدولة في الموازنة ولكن احيانا بيبقى جزء من الباب السادس ده مش كافي وبيبقى محتاج مكون دولاري اللي بتقوم به التعاون الدولي فيبقى هنا من خلال التكامل كلهم ويبقوا تحت نظر وزير واحد يقدر ان هو يحقق هذا التكامل ويبقى عندي لما بقول باب الاستثمارات بتاعت الدولة يبقى جزء منه من الموازنة المحلية والجزء التاني اللي جاي من القرود والمنح والتيسيرات المالية اللي بناخدها من خلال التعاون الدولي الملف التاني هو ملف الخارجية والهجرة والحقيقة يمكن وزارة الهجرة لما انشأت انشأت في ظروف معينة حضراتكم كلكم تعلموها في الفترة ما بين 2011 و2012 و2013 وقامت الحقيقة بدور كبير جدا ولكن كان واضح تماما ان في النهاية العمل متداخل ما بينها وما بين وزارة الخارجية باعتبار ان الخارجية طبعا لديها هي يعني الاذرع الحقيقية للدولة في الخارج من خلال السفرات والقنصليات ودول اللي هم بيتعاملوا مع المواطنين بصورة مباشرة فعشان كده كانت التفكير ان يحصل عشان يبقى فيه تكامل وما يحصلش اي نوع من التكرارية والتداخل يتم دمج الوزارتين ويبقى فيه نائب لوزير الخارجية حيبقى معني من الاتنين نواب طبعا اللي تم تعيينهم امس حيبقى معني بملف الهجرة ان شاء الله الحقيقة الحمد لله يمكن اذا حضراتكم تابعته الاسواق العالمية والاسواق المحلية استقبلت عملية الاعلان عن تشكيل الجديد لان هو الحقيقة الحمد لله زي ما حياتكم شفته من اكبر التغييرات اللي تمت من حيث الاعداد ومن حيث الشخصيات وكنا حرسين كل الحرس ايضا في الاختيار ان نجيب زي ما قلت لحضراتكم وجوه طبعا الخبرة شيء مهم جدا ولكن يكون هناك وجوه شابة نزلنا الحقيقة بالمتوسط العمر بتاع الحكومة كله يعني الى الخمسينات هناك نواب للوزراء والمحافظين كمية هائلة من الشباب والسيدات وده دايما توجيه سيادة الرئيس لتمكين الشباب والمرأة وعشان كده يمكن كان هناك استقبال بصورة ايجابية انعكس طبعا في ان سعر السندات المصرية ارتفع بصورة غير مسبوقة في الاسواق وده شيء جايك جدا ايضا يمكن كان صدر معاها بالمصادفة امس مؤشر مدير المشتريات اللي يعني وصلنا الاول مرة من 3 سنين الى اعلى رقم اللي هو 49 وتسعة من 10 او يعني 50 وهو معنى انك توصلت الخمسين يبقى معناها ان الدولة او الاقتصاد في اطار النمو الايجابي والمؤشر ده ليه بيهمنا لانه هو بيتعمل بارعا ان بيتم استطلاع رأي اكبر 400 الى 500 من رجال القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الاقتصادية دول بيتسئلوا طب رأيوكوا ايه في الاوضاع الاقتصادية الموجودة في البلد واستشرفكم ايه للمستقبل فمعنى انك بتحقق الخمسين يبقى ان النظرة ايجابية وان هناك رغبة في التوسع وان القطاع الخاص شايف ان الخطوات اللي بتقوم بيها الدولة النهاردة بتحقق الغرض من كل الاصلاح الهيكلي اللي موجود وهو ده اللي احنا بنحاول ان شاء الله وحنحاول نستمر عليه في خلال الفترة القادمة باذن الله الحقيقة يمكن في اطار ان احنا عايزين نحقق مستهدافات سيادة الرئيس بأسرع وقت ممكن والاهداف اللي ممكنها او وضحها للحكومة حنبدأ يمكن نستحدث ان يبقى فيه فلسفة ليه ان يبقى فيه مجموعات وزارية متخصصة هتبقى موجودة بتجمع عدد من الوزراء تحت هذه المجموعات وبيبقى بيرقصها يئمة رئيس الوزراء يئمة وزير معني بهذه الوزراء وطبعا اول مجموعتين اللي انا اعلنت عنهم واللي حيرقصهم استادة نواب رئيس مجلس الوزراء المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية والمجموعة الوزرية للتنمية البشرية وتحت كل مجموعة هيكون هناك كل الوزرات والجهات المعنية برئاسة نائب رئيس الوزراء بيجتمعوا اسبوعيا بتبقى هناك مستهدفات للمجموعة بيحلوا كل المشاكل والتداخلات العرضية اللي ما بينهم رئيس الوزراء بيعود معاهم ممكن كل اسبوعين او كل شهر على الاكثر مرة بتعرض قرارات المجموعة لو تطلبت اي موافقة من مجلس الوزراء بتتعرض في نفس اجتماع في نفس الاسبوع يعني المجموعة الوزرية تجتمع لقيت ان في عايزة قرارات مجلس الوزراء يعتمدها بعدها بيومين ثلاثة يبقى اجتماع مجلس الوزراء نعتمد هذه القرارات عشان العجلة تمشي بأسرع وقت ممكن بالاضافة الى المجموعتين دول هيبقى طبعا هناك مجموعة للتنمية السياحية بصورة كبيرة مجموعة الاقتصادية طبعا دي مجموعة قائمة وبتاعة تجتمع بصورة دورية ودي بتبقى برئاسة رئيس الوزراء وايضا هتكون هناك مجموعة وزرية للطاقة والتركيز اكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين هناك مجالس موجودة ولكن انا بتكلم على موضوع سرعة الانعقاد واتخاذ القرارات البينية اللي تمكن ان احنا نتحرك بسرعة علشان نحقق المستهدفات المجموعة الاخيرة ودي مجموعة مهمة جدا هتبقى المجموعة الوزرية الخاصة بموضوع ريادة الاعمال لان هذا الموضوع شديد الاهمية للدولة والشباب وتشجيع الشباب وريادة الاعمال وهذا الملف فيه تداخل ولكن هنشتغل عليه ان يبقى هناك مجموعة وزرية مسؤولة عنها وزير وتبدأ انها تحل مشاكل وتدفع العمل في هذا الموضوع ان شاء الله حيكون هناك مستشارين متخصصين من مجلس الوزراء حيتم تعينهم جوه مجلس الوزراء كل واحد منهم حيبقى موجود لوحدة من هذه المجموعات عشان ايضا يضمن المتابعة الدورية ويبقى هو موجود جوه من مجلس الوزراء ايضا عشان لو فيه اي شيء يتطلب تزليل اي عقبات اخرى حيبقى هو لديه الخبرة الفنية التخصصية في هذه المجالات وحيبقى موجود ويقدر ان هو يساعد في هذا الموضوع ويدي تقرير مباشر لرئيس الوزراء بمهام واللي بيحصل بتفاصيلها في المجموعة علشان اي حاجة محتاجة دعم نقدر ان احنا نساعد في هذا الشأن ان شاء الله الحقيقة ان كان توجيه سيادة الرايس لينا امبارح في الاجتماع الموسع اللي عقده مع مجلس الوزراء والمحافظين ونوابهم ان التواصل الدائم والمباشر والمستمر مع المواطنين والشفافية فيه عرض كل التحديات اللي بتواجه الدولة والاستباقية يعني ما نستناش ان الازمة تحصل وبعد كده نطلع نقول هي الازمة حصلت ليه لو فيه شايفين ان حيبقى ممكن من الوارد لقدر الله فيه ازمة معينة لازم نبادر بالاعلان المسبق عنها وان احنا نبقى بنعرض الموضوع بمنتهى الوضوح والشفافية علشان يبقى المواطن نفسه عارف الموضوع وايه التحديات اللي بتواجه الدولة عشان يقدر ان هو يعرف الدولة بتتحرك ازاي ويمكن علشان نحاول نضمن هذا الموضوع يمكن يعني انا بحب احد حضراتكم انه هيبقى فيه مؤتمر اسبوعي ثابت ومستمر حيبقى بعد اجتماع مجلس الوزراء حيبقى بنفس فازين الهقاعة حبقى انا موجود فيه مع ممكن عدد من السادة الوزراء ونفتح مع حضراتكم مش فقط ان احنا نعرض ايه اللي تم معه يعني منقشته جوه المجلس لا حنعرض كل شواغل الدولة والرأي العام على مدار الاسبوع ده وحيبقى الاساس ان احنا نسمع منكم واي اسئلة او استفسارات ونرد على حضراتكم كما ان احنا حنستغل ان يبقى ممكن على الاقل مرة في الشهر يبقى حاضر معانا ايضا كبار المفكرين ونقدر نقول مقدم البرامج والاعلاميين الكبار عشان برضو يبقوا موجودين معانا وبردو يسألوا ويبدروا بالطرحة اي قضايا النهاردة عايزين دين دولة انها تتكلم فيها ويعرفوا مستفسارات عشان ينقلوها لرأي العام هذه القلية هتبقى ثابتة بعد كل مجلس وزراء هتبقى موجودة زي ما قلت لحضراتكم مش هدفها ان انا اجي اقول لكم مجلس النهاردة ناقش ايه ده هيبقى جوز لكن الاهم لو في اسئلة لاي قضايا انتم حضراتكم شايفينها هنكون جاهزين ان شاء الله ان احنا نرد عليها وده يبقى منبر من المنابر اللي نقدر ننقل كل شيء للمواطن وعشان يعرف ايه اهم القضايا والمستجدات طبعا التعامل مع ملف السياسي والاحزاب والالية الحوار الوطني هتستمر بصورة كبيرة جدا شغلنا الشاغل حيبقى الفترة الجاية كحكومة جزء من ملفاتنا تنفيذ كل توصيات الحوار الوطني وعشان كده يمكن كان طبعا جزء من فلسفة طبعا اختيار المستشار محمود فوزي يعني وزير لشؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي وده يمكن يعني جزء من المسمى بتاع الوزارة ان يكون طبعا بخبراته ووجوده كان في الحوار الوطني والمجلس الخاص بالحوار الوطني ان هو حيبقى بيلعب دور كبير في هذا الشأن ان شاء الله في خلال الفترة القادمة الحقيقة كان اول اجتماعين النهاردة اذا حضراتكم تابعت وعملتهم الصبح كان الاول مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول علشان موضوع ازمة الكهرباء والحقيقة انا عايز اكد لحضركم احنا بنتابع يوم بيوم اللي بيثار على الرأي العام سواء من البرامج الحوارية مقالات الرأي السوشيال ميديا يعني كل يوم بيتحط على مكتبي او بيتبعتلي على التليفون كل ما يثار في الدولة حتى الاستطلاعات للمواطن يعني لما تسأل هو انت عايز ايميل حكومة جديدة اهم قضيتين النهاردة عارف ان هما بيشغلوا الرأي العام وانا بأكد ان انا مؤمن تماما وعارف المواطن يعني بيطلبهم موضوع حلولنا مشكلة الكهرباء الموضوع التاني ضبط الاسعار فعشان كده يمكن انا كان اول اجتماعين النهاردة كانوا بحوالين القضيتين دول هناك طلبات اخرى طبعا ودي اللي حنشتغل عليها اللي تأتي ضمن التكلفات اللي سيادة الرئيس قالها لنا لكن دول هما المشكلتين المهمين اللي محتاجين نتحرك فيه بصورة عجلة احنا كنا يمكن اعلنت لحضراتكم عن خطة قبل طبعا حلف اليمين للتشكيل لما حصلت الازمة الكهرباء ان احنا بنستهدف الاسبوع التالت من يوليو ان شاء الله ان احنا نوقف قطع الكهرباء خلال شهور الصيف النهاردة كان الاجتماع للتأكد ان تم التعقد على كل الشحنات اللي احنا فعلا حتمكن وزارة البترول والكهرباء ان هما يحققوا هذا المطلب طلبت من استادة الوزراء انه يحددولي تحديدا اليوم اليوم اللي حنروح جايين ان شاء الله في الاسبوع الجاي نقول لكم اعتبارا من اليوم كذا حنقدر ان احنا نقول نوقف قطع الكهرباء على الاقل في فترة الصيف ولكن ادت لهم تكلفات اخرى لان احنا كنا حطين واعلننا ان احنا عايزين قبل نهاية هذا العام تنتهي هذه الازمة الى الابد فان شاء الله حنشتغل على هذا الموضوع وده اللي انا بأكد عليه ان احنا يعني بنتحرك وتحركنا بالفعل في هذا الموضوع دبرنا الموارد المالية المطلوبة ودي ارقام ليست بالقليلة وموارد كلها موارد دولارية وزي ما قلنا حوالي مليار ومتين مليون دولار وده رقم ليس بالقليل ولازم يعني انا هتكلم مع ليش انا اسف ان انا بقول هذا الكلام اثير طب منتوا يعني جالكوا فلوس راس الحكمة وفي حاجات تانية مع الصندوق ومع المجموعة دي طب على طول استخدموا هذا الكلام في نفس الوقت مطلوب من الحكومة ادارة ازمة وازمة غير مسبوقة وعايز ااكد هنا في حاجة مهمة جدا احنا بنضع سيناريوهات لكل الاحتمالات اللي ممكن تحصل خلال الفترة الجاية كل يوم بيحصل مستجد جديد اعتقد الفترة اللي احنا كلنا شايفينها دي عمرهنا ما شوف صدفناها في حياتنا كل يوم ممكن يحصل مستجد يعني حدي لحضراتكم مثل لو انا كرئيس وزراء النهاردة بشتغل على مستهدفات في يوم واحد اكتوبر تلاتة وعشرين كيف كان سيكون المتخص قرار ان يتخيل ان يوم سبعة اكتوبر هتحصل المشكلة بتاعة الغزة وبكل تدعيتها اللي حصلت وحتى لما حصلت هذه الازمة بتاعة اكتوبر ما كناش عارفين طب حتستمر ومداها لغاية امتى يعني ما حدش كان حتى يتخيل انها هتفضل مستمرة كل هذه الفترة الكبيرة فده كان شيء مفاجئ طب تدعيتها الكبيرة على ازمة البحر الاحمر وارادات قناة السويس النهاردة ارادات قناة السويس كلكو عارفين انها نزلت بصورة كبيرة جدا فبنحط كل السيناريوهات يعني وحقولها كده الاكثر تشاؤما عشان نبقى جهزين لتحمل اي صدمات فعشان كده بيبقى يعني صرف الموارد بتاعتنا في اطار محاوكم ورشيد وبالتنصيق الكامل بعنبنك المركزي عشان تحسبا لايه لاي شيء احنا مش عارفينه ما هو لقدر الله النهاردة لو حصل تدعيات اكبر في المنطقة لابد ان احنا نكون جهزين فعشان كده انا بحب ان احنا كلنا نبقى عارفين بتحركاتنا بنبقى بنتحرك في اطار ان لازم احط رؤية لسيناريوهات احنا مش عارفين الدنيا حد يحصل فيها ايه الفترة الجاية وبرضو نحل مشاكلنا اللي احنا عارفين ان المواطن عايز النهاردة يتحرك عليها ده ما يخص موضوع الكهرباء وعشان ااكد لحضراتكم ان شاء الله ما تم الالتزام بيه يتحقق في خلال النصف التاني من شهر يوليا بإذن الله الجزء الاخر كان طبعا اجتماع مع السيد وزير التموين والنائب السيد وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك عشان موضوع ضبط الاسعار والرقابة على الاسواق وتجديد الرقابة على الاسواق علشان نقدر ان احنا يعني نتطمن الى توافر السلع وده الحمد لله متوفر ولكن الاهم عندي هو ضبط الاسعار وعشان كده يمكن كان هناك تأكيد على هذا الموضوع وايضا يعني طلبت منه طبعا مع مرة اخرى التنصيق الكامل مع يعني لجنة الحوار الوطني لموضوع الدعم ومستقبل الدعم وازاي حنتحرك فيه وده زي ما قلت لحضراتكم احنا احلنا هذا الملف بكل التوصيات بتاعته للحوار الوطني وعايزين ان احنا نشوف مع بعض كيف يمكن وضع تصور اكثر كفاءة ووصولا للمواطن المستحق في خلال الفترة الجاية فعشان كده يمكن طلبت من السيد الوزير انه يتم التواصل المباشر مع المنظومة الحوار الوطني ونبدأ فورا في تفكير للمستقبل لما يخص موضوع الدعم النقدي انا حبيت ان انا يعني النهاردة اعرض على حضراتكم كل هذه المستجدات ترجمة نانسي قنقر